طبعا تعددت المحاولات ولنقول أن كل فيلسوف أذلى بدلوه فسريعا يعني مجرد لمحة خاطفة من دون الدخول في التفاصيل مثلا فيلسوف العرب الكندي لجأ إلى تأويل الآيات القرآنية طبعا من أجل إنهاء التناقض الموجود أو الظاهر بين بعض الحقائق الدينية وبعض الحقائق الفلسفية مثلا المعلم الثاني أبو نصر الفرابي الفرابي من جهته وعندما أخذ على عاطقه أن يجمع بين رأي الحكيمين أفلطان وأرسطو هذا الأمر أو هذه المحاولة كانت بهدف الوصول إلى فكرة الوحدة الفلسفية كمقدمة لتوحيد الفلسفة مع الدين ثانيا أيضا كان للشيخ الرئيس ابن سينة محاولات عديدة في الموضوع يعني وإن كان لها لنقل طابع سيناوي خاص وتحددت المحاولات عند ابن مسكوي مثلا حتى عند ابن الهيثم عند جماعة إخوان الصفا مثلا في المغرب الإسلامي في الأندلس مثلا ابن طفيل من خلال رائعة حي بن يغضان حاول أن يقول أن ما وصل إليه حي طبعا عن طريق التأمل والنظر والتدبر العقلي في العالم في الموجودات في الأحياء في نفسه إلى آخره فما وصل إليه حي عن طريق التفكير والعقل لا يخالف أبدا تعاليم الدين لبل يتفق أو لنقل لبل وصل حي إلى ما أتى به الوحي المنزل من حقائق وطبعا محاولة قاضي قرطبة الفيلسوف الكبير أبو الوليد أبو الرشد لربما هي المحاولة الأشهر والأعمق في التاريخ الإسلامي لأن في الواقع كل المحاولات السابقة على أبو الرشد لنقل صحيح بذلت جهد مشكور وقدمت أفكار ورؤى عن شكل العلاقة بين الدين والفلسفة وعن مهيئة هذا التوافق ما بين الشريعة والحكمة إلا أنها لنقل لم تقدم البراهين الكافية في حين أن أبو الرشد لا واقعا بحث عن حل منهجي قدم دراسة منهجية عميقة جدا دراسة منظمة من كل الجوانب طبعا علينا هنا أن نأخذ بعين الاعتبار كل تلك الظروف التي صاحبت محاولة أبو الرشد من حيث مثلا وقوف الفقهاء في عصره بشكل حاسم ضد الفلسفة ومسألة التضييق على الفلاسفة وعلى العاملين بالفلسفة طبعا استفاد الفقهاء من الجو العام الذي كان قائما في حينه يعني مثلا من انحياز الدولة الموحدية إلى مثلا كل تلك الآراء ضد الفلسفة إلى تكفير الإمام الغزالي للفلاسفة إلى غيرها ومع ذلك قدم أبو الرشد هذه المحاولة التوفيقية الفريدة من نوعها وطبعا قدمها في عدة أعمال كمثل الكتاب الشهير تهافت التهافت عندما رد على الإمام الغزالي أو كمثل كتاب الكشف عن مناهج الأدلة وتحديدا قدم هذه النظرية التوفيقية في ذلك الكتاب الشهير جدا فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال وطبعا انتهى في الكتاب إلى أن العقل لا يمكن أن يخالف الدين وأن النظر العقلي لا يمكن أن يؤدي إلى مخالفة الشرع لأن الحق على حد تعبيره حرفيا الحق لا يعارض الحق الحق لا يعارض الحق بل يوافقه ويشهد له وبالتالي فالحقيقة عند إبن الرشد واحدة يعني وإن اختلفت الطرق المؤدية إليها وطبعا فصل في الكتاب في مسألة التأويل من أجل إزالة أي تناقض أو اختلاف ما بين الحكمة والشريعة طبعا مع تقديمه للحكمة في مكان ما بمعنى تقديمه للفلسفة أو للعقل على النقل في مكان ما وطبعا انتهى أنهى الكتاب بتلك العبارة الشهيرة والمعبرة عندما قال بأن الحكمة صاحبة الشريعة وأختها الرضيعة